السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ استاذنا لغالي كيف سحتكم؟ الحمد لله. الحمد لله. نحمد الله ونشكره. نحن نشتغل في كل اسواق. صعودا ما هبوطا. آآ ما زلت في في الصعود. ما زلت في الصعود. داخلنا من من هذه المنطقة. آآ والهدف هنا يعني. اللهم لك الحمد الآن. الصفقة جارية ومتجه. نحمد الله ونشكره. والصفقة كما هو جارية. اللهم لك الحمد. مشكور استاذنا لغالي على مجهودكم وبركاته. صلى الله عليه باركة لكم. ويجعل هذا الجهد في مزان حسناتكم. هذه هي نتيجة تحليل موجو. مشكور مشكور استاذنا إخواني أخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درسي جديد وفي تحليل جديد من قناتكم. قناة في الكتاب سنقوم بتحليل عمليات لينك أو تشين لينك. كثير من الأخوات طلبوا مني هنا على في التعليقات في اليوتيوب. ولذلك سنقوم بتحليلها. لكن قبل البدا دعوكم لا يشترك في قناة التليجرام المجانية. هذا هو رابطها. اضغطوا عليها من صدق المصف في هذا الفيديو مباشرة. لا تكتبوا الاسم ولا الصورة. اكتر من عشر قنوات بهذا الاسم. نصابة. كنوا حذرين. اضغطوا على الروابط مباشرة. من صندوق الوصف لهذا الفيديو. بعد الضغط على الرابط تصبح وضو في القناة. المجانية التي اشارك معك في ارباح المشاركين في دوراتنا تدريبية. هناك من يحقق تلتمية وتسعين دولار. هناك من يحقق غالف وتلتمية دولار. هناك من يحقق تلتمية وخمسة وتلاتين. مية وواحد وتلاتين دولار ربع. مية وثلاتين بالمئة. خبس تلف ومية وثلاتين بالمئة. مية وستة بالمئة. أرباح قوية وشهادات يوميا نشاركها معكم. وهذا لنثبت لكم قوة ما نقدمه من علم من منطق من طريقة فنية قوية جدا لتحليل الشرط. وكل هذا بفضل هذا العرض. عرض متميز متكامل. في جزء نظري جزء نظري جزء نظري والفيديوات تعطيك 30%. جزء تصبيقي وقناة تحليلات في يوميا تعطيك 70%. لأنها نحلل في ها. مية 40 الجمعة. كل اسواق. فوركس كريبت وسهم. مseits اولية. تعطيك تلك 70% اللي راح تخليك تحترف التداول. الفيديوات تعطيك فقط 30. يعني دون كناة تحليلات يوميا مستحيل تحترف تدول باستعمال تحليل الموجي. ولن göس ایکشل ذلك ذممناها إلى هذا العرض. رابط اشترك هذا العرب المثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط وفي صندوق يلوس كذلك لهذا الفيديو والرابط اضغط عليه توصل معين بشرة الخاصة ننزل يجاوبك وتبدأ لحلتك نحو الخمسة بما رابحين وتبتعد عن الخمسة وتسعين بالمئة الخاسرين لا تنسوا كذلك الذهاب إلى الموقع ببرويف تريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك فقط لاجي يمكنكم قراتها وكتوب يمكنكم تحميلها مثل دلائس هسيري الشمالي يبني فقط اضغط عليها إذا الان مجندا عمليك الخاص وتصلك الكتب لي عمليك الخاص تحذير التداول من خطيرة يمكن أن تغسلك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي مئة بالمئة لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغطت على جر الشراء أو البيع فأنت المسؤول مسؤولية تنتم عن قراراتك قناة العملاء في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية كل ما نطلبه منك وانتراكب تقارن تشاهد وإذا أجبتك الطريقة يمكنك أن يذهب لعروزنا وإلى دورتنا عملة تشين لينك أو لينك قد حللناها منذ مدة وكنا قد توقعنا لها هذا الصعود على الأقل لتقفيليات الموجة وبالفعل حدث الأمر وحدث ما توقعناه بالملي أمامكم الأمر نحن الآن يعني قريبين من الهدف ويمكننا حتى أن نبتعد عن هذه العملة طيب الآن تذكرون هذا التحضير الذي كنا قد تحدثنا عنه وقلنا نريد تصحيحا فوقه لكن نبحث عن الصعود وبعدها مباشرة استغلت الفرصة هنا وصبرنا على كل هذا التصحيح ثم بوم ومنطر السعر كسر القمة إذن هنا خلص بالنسبة لي أنا بوري انتهى في عملة لينك سأنتظر الآن طيب على مدى اعتمدنا على مدى اعتمدنا لكي نحلل باتي الطريقة ونحصل على مئة بالمئة نجاح في هذا الصفقة لينك ركزوا مع جهزة هنا الموجة الدافع الأساسية هي صعيدة لدي قمة على من قمة وقع على من قاع قمة على من قمة وقع على من قاع وقمة وقع وقمة إذن عندي تجاه صاعد موجة دافعة وبعدها بدأ ذلك التخفيض أو النزول وهذا النزول بالنسبة لي عندما يكتمل سيكون هناك صعود لكسر القمة للمرة أخيرة طيب وعندما نضغط إلى هذا النزول وجدت أنه هاتي الحركة قوية هذا الحركة قوية هذا الحركة قوية يعني إذا كان هذا هو النموذج إذا كان هذا هو النموذج بعد اكتمال هاتي الموجة سيطير السعر لكسر القمة لكن هناك شك هناك شك أولا لأن هذه الموجة قوية قد نقفلها أولا قد يتم تقفلها أولا ثم يعود السعر للمرة أخيرة قبل الصعود لذلك قلنا نحن نتوقع صعود عملات خصوصا بعد هذا هذا التحضير الكبير الذي حدث في هذه المنطقة وقلنا قد حددنا هذا النطق وقلنا هناك حرب بين المشترون والبايعين وعندما يتغلبوا المشترون سنبحث عن الصعود ممتاز يمكنكم الرجوع إلى فيديوهاتنا وقلنا أوكي نريد أضعف الإيمان ما هو أضعف الإيمان؟ هو أن نحصل على نفسي طولة هذه الموجة هنا نعم هنا يعني مستوى 29 دولة هذا هو هدفي ربما الثاني هذا في الثاني وقلت طيب جميل جدا بما أنه عندي هذا التحضير أحتاج أن يتم كسره أحتاج أن يتم كسره أحتاج أن يتم كسره بقوة ثم يصحح ويبقى التصحح في الثلث الأخير من الموجة الدافعة ولاحظوا كان هناك توقع زيادة في الزخم وهنا ذلك التصحح واستغليناه من القمة من قمته بعد ذلك ساعة السعر ثم بدأ يصحح أعطنا هذه ثم بعد ذلك أعطنا موجة دفعة تصحح موجة دفعة وطار السعر جميل جدا الآن كيف سنتصرف معه أولا كسرنا ذلك التصحح لكن يجب الحظر يجب الحظر لأنه كما قلنا قد يكون هذا فقط تقفير ويعج السعر خصوصا إذا نظرنا جيدا سنجد أنه لدينا يعني هاتي الموجة على شكل A B C هاتي الموجة A لأنه هذا هو أكبر تصحح A B C متى تكتمل C عندما تكتمل بنيت هذه الموجة إذن إذا نزلت إلى فريم الأربع ساعات وقررت تحليل هذه الموجة فقط سأجد أن بقى هذا التصحح في الوسط وهذا هو أكبر تصحح إذن عندي زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة هناك زيادة في الزخم إذن المشترون أقوية جميل جدا كذلك عندي هذا التصححح هنا إذن هذه الموجة اللي هي على فريم أربع ساعات هي على شكل W X Y في منطقة ما و X Y هي على شكل إذن نظرنا سنجد أن هناك Diversions هي على شكل A B C A أفضل أضعه بلون آخر A B C في منطقة ما أوكي عندما تكتمل C يا إما سيكون هناك نعيكس في الاتجاه إما تصحح مساوي لهذا هنا إذن إذا أردت إذا أردت أن أعزز أولا سأحرك وخسرتي لهنا هذا أول شيء لا يفترض أن يعد استعلاد منطقة نهائيا إذن خلص وخسرتي حركت الآن إذا حصلت على تصحيح مساوي لهذا يمكن التعزيز هنا في أي منطقة هنا حصل على نفس التصحيح يمكن التعزيز لمرتين أخيرة يعني أي تصحيح خليه يصعد شوي أي تصحيح هنا يمكن نصع إلى أين هو نريد نفس طول هذه الموجة لكن ليس بالضرور أن نحصل على نفس الطول لكن نحن نتوقع نفس الطول لنقول يا سيدي نقول فقط هذا الموجة إلى هنا لأنه كان هذا تلعب خلينا نقول سبع عشرين دولار أو سبع عشرين دولار إذن أريد نفس طول هذه الموجة سيكون هدو هدفي الأول إذا عززت هنا في هذه المنطقة إذن إذا حصلت على ذلك التصحيح الذي أريد هنا قد نقوم بالتعزيز مرة أخرى من هنا مع كسر القمة قمة التصحيح break even إذن إذا حصلت على تصحيح خليه نفترل نصعد شوي وبدأ يصحيح وأعطني تصحيح مساوي لهذا دون أن يلمس وقف خسارتي الآن موجود هنا أسفل هذا الجدار سأحاول التعزيز ومع كسر القمة سيكون قد أخذ خمسين بالمئة وأترك خمسين بالمئة وأحرك خسارتي إلى هنا للصفقتين أو أخذ خمسين بالمئة كما قلت أو أحول خسارتي إلى break even اللي أعطي للصفقة وأخذ الربح أعطي للصفقة على حسب كيف سأدبرها كيف يعني عندما يعني يعني في لحظتها بعد 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 هذا الأمر بدأني يكسر هذا القمة إذا حصلت على هذا التصحيح اللي ورح يكون مساوي لهذا إذا حصلت عليه كسر القمة بعدها سأب له بالتفكير يأخذ الأرباح والهدف تاني سيكون نفس الطول تلك الموجة سبع عشرين دولار فقط سبع عشرين دولار لماذا كما قلت هذه الموجة قوية قد يكون هذا وتقفيلها ويعمل لك هذه الحركة وينزل لمرة أخيرة قبل الصعود إذا عندما يستلسل هذه المنطقة سنبدأ نرى إذا إذا أعطانا إشارة للهبوط سنبحث عن الهبوط إذا أعطانا تصحيح كبير هنا هذه إشارة للصعود بأكتر تصحيح أكبر من هذا تصبح هذه كلها موجة وحيدة ومن هنا نبحث عن الصعود بأكتر لكن طالما لم أحصل على هذا التصحيح ليس هناك صعود أكتر من نفس طولياتي الموجة بنسبة لي حديثها إذا لاحظوا قوة نظرية التقفيل لاحظوا قوة ما نقدمه يوميا أمامكم أمام عينكم يعني المنطقة في تدول أهم شيء أهم شيء هو المنطقة في تدول إذا الآن هذا الموجة كما قلنا عليه أعلى شكل WXY WXY نحتاج إلى X لكي نبحث عن Z لست مهتما براتي التصحيحات البسيطة أريد تصحيحا كبيرا لذلك أنا حولت وقف خسارتي إلى هذه المنطقة آخر جدار إذا لدي كل هذه المسافة ربح لاحظوا لأخذنا من أفضل منطقة ممكنة أفضل منطقة ممكنة عدبنا شوي في هذا التصحيح لكن لا مشكلة كان وقف الخسارة موجود هنا إذا كان هذا هو تحليلي لعملات Chainlink أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس أتمنى أنكم تفتحون عيونكم يوميا يوميا لمن نقدمه لأنما نقدمه لا يقدر بثمن إدارة تحترافة الطريقة هذا هو العضل المناسب لك رابط للشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط وفي صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو والرابط الغتعلي توصل معي مباشرة الخاصة لا تنسوا عن عدفنا وتعليمكم أنا لأينا نعرف كذب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته